تانقل مواطنون من بلدية القرارم بولاية ميلة أمام مقر الولاية رفعين شعارات مطالبة بحقهم في التنمية في مقدمتها مياه الشرب والغاز كذلك قنوات الصرف الصحي والطرقات هذا قد استغرب المحتجون من غياب المسؤولين بالعديد من المستويات رغم مطالبهم المتكررة والمتجددة لتحسين ظروف المعيشة سوف ينبهون طلبوا بلجنة التحقيق ومراقبة من طرف العدلة تجير القرية تعنا وتراقب المشاريع كامل كما راهم ديبوية عشرين سنة منذ عشرين سنة حتى اليوم احنا ما عندنا ممطفرين ايدا رفتا عن معيشة ما عندنا لا قاز لا ما قصية لا قنوات الصرف الصحي طلبنا المير ما كانش طلبنا الضائرة ما كانش ني تري سيتي ني قاز ني ما ني طريق عشرين سنة نظرك ما زلنا بالحمير نقلو الماء الكهرباء المرحلة الاولى رهي اونجي تست لخمس مناجل بالنسبة للمرحلة التانية اللي هي والسيس والعينة الخميس بالنسبة لإنارة يعني المير فراهم سني الرخصة راهي موجودة على مجتوى المديرية الصوني قاز اما بالنسبة للماء الشارب داروا تنقيب في والسيس الماء البريمير بوان ما فيش الماء دوزين بوان اللي هو راحوا يديروا تنقيب في العرائس كانت ترواز ورس الثمانيت المقاولة راهو يخدم لحد السعام على بنش شحال ليتر سوي غونت المهم المشروع راهو في طريق الإنجاز